أنا دخلت البالي يعني بدأت أكتشف ماما يلا بقى هقدم لك في البالي كان وانا عندي أربع سنين كان وقتها حسنة من سكان مصر جديدة كان أكبر مكان وأشتر مكان بيقدم الرياضة أو الفن ده هو كان ندي الشابس كان كلها أسات زودة كتلت معهد البالي فده أحسن مكان وأنسب مكان أنضمي دي تلتميت عضو بقى وحاجة كبيرة جدا فما جيت عشان أقدم لقى حضيت بنتك صغيرة فماما نوت طب خلاص أبدأ بيها الجنباز الأول أذكر أيضا وكأنه مبارح وهي بتودييني تاست الجنباز المدرب بيتطلعني على الحصان هو عايز يشوف توازن يمشي من هنا إلى هنا على الحصان مش قصة عمد قد كده قمت مسكت في شعر الراجل فاكراها كأنها مبيع ستلي في شعر الراجل ما ماسيبش وانا مقلوب مني أعمل التاست طبعا واضح أني فشلت في التاست وياريت تخذي بنتك وتروخ ومنها بقى رجعت عبالي تاني والحد النهاردة بتعرفت اللعب بلية تعرفت عملي الحركات دي؟ جنباز لا ما تيجن عمليك تست كده انجرة تعرفت عملي الحركات اللي بيعملوها دي؟ في البلية؟ هنا؟ طبعا بجازمة تكعب وفي الزحلقة اللي انتو فيها دي؟ بجازمة تحدي كبير لا لا دي هيلة والله؟ الندين نعم ما بقتش تعرف يعني خلاص ندين كبرت ياني كبرت الله يا ندين كبرت بس خلي بالك بجد خلي بالك غالبا مش عارف وأنا يجي لي أحسن من كده فقلت أقول مقدمة بالعمل فموجب مع أي موسيقى خلفية كده؟ لا دا أبدا أبدا أنا مش لا ما تسمعش كده؟ بالراحة بس لا مستحيل مستحيل بجازمة بكعد طب أعمل إيه؟ لا أنا عايز الحركة دي أتمشى؟ لا أنا عايز الحركة دي ندين ندين ده عادي ده لا أنا عايز الحركة دي لا عايز أني واحدة دي يعني اللي هي دي؟ دي عادي دي؟ لا عايز الحركة دي؟ ما عايز الحركة دي؟ لا 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 طيب أنا معذرتك أعذروني في توقيت مختلف بجازمة مختلفة أكيد جنابها دي أحسن بس اسببات بس اسببات لا بقول لك ده احنا طبعا بالحزر دي بلرينا طبعا طبعا يعني حاجة عالمية طول عمرها ما شاء الله عليها طبعا طبعا هيئت لك اهي غلطة اهي غلطة لنا خليتك تغنى وانت يعني طبعا بعد اللي إحنا سمعنا دا يعني وانا اللي كنت عملك ناعك وقول لك عادي وإيه المشكلة لا بلاش نغني تاني تاني النهاردة بن دندن اه اه وانا بن دندن والله يعني يعني عشان طبعا بعد اللي سمعنا دا نهاردة حاجة يعني هيلة هيلة تعال نرجع معك بقى لمصرح كله التجارة وعم صلاح عبدالله بقى وهو بيخرج لك مصرحيات اه فاكر الأيام الحلوة دي طبعا 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 تقول ايه اللي عم صلاح عبدالله النهاردة بقى صلاح دا أخوك كبير وابوي وعمي وإه وفî نفس الوقت ابني يعني فيه كوكتيل كده يعني celleحيم ربنا ادي له الصحة كده ودايما في وزتينا يا رب أمين يا رب أمين هو اللي أخرج لي مشاهدي اللي دخلت بها المحدة اللي علف نوم مصرحية وأخرج لي وأنا في مصرح كلية تجارة واشتغلنا مع بعض بقى كتير وهو كان أحد اللي رشحوني للفنان محمد صبحي كان هو والفنان هناء الشرباجي يعني كان فتحة خير عليك يعني لا ده عشرة عمر واخويا بجد ولا تتخيل أنا بقول له صلاحة وهو بيقول لي هنية طبعا يعني بعض دلع فيه بقى وانكشه كتير وبتاعه بس 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 هنية بس ما صحيش كده احنا كبرنا هنية بتاعه بس عسل حبيبي ربنا احفظوا رب يديله الصحة واشتغلتوا مع بعض بعد كده كتير اه اشتغلت صلاحة كان أحد أعمدة فيلم أبو العربي طبعا كان عامل معاطي ايه طبعا اللي كان بياخد حوءا ده ايه لكن لحد النهاردة بتشوفه وتتقابله وتتعلم عليه طبعا وكان لسه عندي من فترة بسيطة بيحضر المسرحية عندي وطلع حقيقا أنا قلت لهم وطلعهم بصوا بقى أستاذي وتلميذي في نفس الوقت اه أبويا وابني في نفس الوقت اه ما تفهموش إيه العلاقة اللي بيني وبين صلاحك اهو صلاح عبدالله الناس ياه استقبلوه استقبال مش عايزة أقولك ما شاء الله عليه الناس بتحبه وبتحبه بجد يعني اه بس انت كان فيه متهالي فيه إجابة كبيرة جدا انت بقى لك حوالي 17 سنة ما عملتش مسرح صحة أو 18 سنة 18 اه ليه بقى إيه الفترة الطويلة دي بص أمير هو إحنا كنا جيل كده يعني كنا بنفرتك المسرح يعني نطلع من المسرحية ندخل في المسرحية أنا وإنيدي والسقه وشريف مونير وعلاق أولاد دينا اللي ارحمه وكنا مجموعة كده يعني لطيفة جدا وكنا يعني أصدقاء على المستوى الشخصي وحبين قوي نشتغل مع بعض وعملنا روايات كتير وفاجأة قلنا ناخد أجازة بقى يعني نريح شوية سنة في الثانية حديجي يكلمنا قررت عجب مونتشة صحة اه اكلم سايا لو فيه فترة في النص المسرح برضو تحسينه وانا ده رأيي المسرح أساسا واقع هدي شوية في النجوم المسرح بتاع زمان اللي كان المسرحية تقعد بالكذا سنة مصرح هذا الشغل جامد وأشرف عبد الباقي يعني مضوع اختلف دكتور ريحة الفخراني النهار ده موجود أحمد عزي موجود أنا موجود في المسرح يعني فيه حركة مصرحية اشتغلت الحمد لله فاكرة مصرح أنت يا رديم بقى لما طلعتي أول مرة على مصرح الأوبرا أول حفلة عملتيها كنت صغيرة أنا كنت زي ما قلت لك أنا كنت بزي كهوية في نادي الشمس دايماً في الحفلات السنوية بتاعتنا بيعزموا أسات زودكاترة المعهد فكان الله يرحمه دكتور عبد المنعم كامل كان بيشرفنا في الحفل فشفني واختارني أنا وبنتين صحابي ردوة ونانسي ما تغيروش الموضوع توقت فاجأ ما تغيروش الموضوع ما تجريش من عنده الصورة جده أيوة يعني في الزمن ده كان عادي في الزمن ده من سنتين فاتوا أيوة كنت طلب مني أن أنا ألتحق بالأوبرا في فريق الأوبرا وهنا تحولت حياتي من أماتر بتتمرن يومين ثلاثة في الأسبوع ساعتين ثلاثة بكتير في اليوم الواحد ليه بروفاشنل وده اللي هو ست يام في الأسبوع بالأقل ست ساعات تمرين في اليوم فكانت حياة شقة جداً كنت وقتها في المدرسة يعني تقريباً السن ده كان خمستاشر سنة تقريباً أربعتاشر خمستاشر سنة كنت الصبح ببقى في المدرسة وعندي مذكرتي زي أي طفلة مفروض بتبعيش حياتها بس أكتشلي مش عيش حياتي لأن بالليل كنت مرتبطة بشغلي في الأوبرا ودي كانت أول وظيفة في حياتي أتقاد عنها أجر ما شاء الله ما شاء الله يعني 300 جنيه في الشهر ده حلوة أول أه بس في الزمن ده ننتظر غالية في الأول والله ده 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 هي حقيقي في الزمن ده كنت أنا فاكرة بعد ما قبطت أول مرتب في يدي قلت لأهلي من هنا ورايح مش عايزة منكم مصروف أنا هشتري حكتي النفسي أنا لو عايزة هدوم أنا 300 جنيه 300 جنيه لا بس حسابة بقى 300 جنيه من 50 سنة كان برضو رقم لا من 66 من 66 سنة من 66 عميه على فكرة وإشك بالقى فأحرج على فكرة وأحرج على فكرة ذوك يا إستاذة مهرج يا إستاذة على فكرة حضتك في الغسلة أنا أجيل إكالم د confronted أنا أجيل إكالم دunda بس دي كانت دي بدايتي مع الاوبرا وأعندي 14 سنة أ QingY Carol اتجوزت وأنا لسه في الاوبرا خلفت وأنا لسه في الاوبرا واعتزالي جيه على حس ابني ابني كان تم تنسة وكنا وقتها بنقدم بعليه قسرت البندق وأنا كان عندي دور السوليست. أنا خلاص كنت وصلت بأن أنا السوليست في الأوبرا. أي.